اهلا بيكم معنا بحلقة جديدة من البيت الكبير البيت الكبير كل سبت الساعة 4 بيلم العيلة سامحنا متعودين معاكم بنتكلم عن الصحة والجمال الثقافة والفن الأطفال الرياضة وكل حاجة بتهم البيت النهاردة في أولى فقراتنا هيكون معنا الدكتور محمد العدل مدرس مساعد الرومانتازم وألام العمود الفقري وفي الفقرة الثانية هيكون معنا دكتورة وفاء عبدالسلام الدعاية الإسلامية بوزارة الأوقاف ان شاء الله تكونوا مبسوطين معنا بحلقة النهاردة وبنرحب بالدكتور محمد العدل وبنقوله أهلا بيك أهلا بيك وآهلا بيك السلام مشاهدين النهاردة حالك هتكلمنا عن الالتهاب العضل اللي فيه الفيبروماليجي أو الفيبروماليجي الفيبروماليجي إيه هو الالتهاب؟ هو مبدئيا يعني موضوع الفيبروماليجي ده كتير جدا عندي السيدات ده مرض مفروض يعني مش معروف السبب بتاعه إلى الآن يعني سبب محدد ولكن بيحصل بعض نقصة أو زيادة في استشارة الجهاز العصبي في المخ وبعض المواد الكيميائية وكمان الحبل الشوكي كمان وده بيبقى مسؤول عن بعض الحاجات اللي موجودة في جسمنا مسؤول عن الألم حاجات مسؤولة عن المود بتاعك بعض المواد الكيميائية المسؤولة عن النوم كمان عن المود اللي انت تكون مبسوط أو الإحساس بالسعادة أو اللي انت تكون كويس أو عايش بعض المواد المسؤولة عن الإدراك يعني كتير منهم بيحس بالنسيان أو كده أو صعوبة في التركيز أو في حاجات معينة فالمرض ده نوعين نوع أولي بيجي لوحده من غير أي أمراض تانية ونوع سنوي نوع السنوي ده اللي هو بيجي نتيجة بعض الأمراض الروماتزمية بعض الالتهبات الفيروسية أمراض الغدة أمراض مزمنة بعض العمليات بعض الاسترس أو الصدمات النفسية يعني حد موت حد عزيز عليها موت الزوج أخ 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 أم لذا متعرضت الصدمة نفسية ممكن يسبب المرض بيحصل المشاكل دي كلها طبعا الحاجات دي كلها بتتلخص فيه بقى الأعراض بتاعته عشان الناس تبقى فهمة كويس زي ما احنا قلنا بيجي في الستات العمر ممكن من 20 ل 50 سنة ده من أكتر السن اللي بيصاب بيه بعض السيدات يعني الحاجة العساسية اللي حد بنوعها قبل ما بنشخص الفايبرومانجة ده اسمه باي اكسكلوجين يعني بنستبعد بعض الأمراض الأخرى عشان ما يكونش فيه مثلا عندها روماتويد وجالها ثانوي الفايبرومانجة أو عندها زئبة حمرة وجالها أو عندها غدة وهكذا يعني فبعض التحاليل المعينة بنعملها علشان ما استبعد الأمراض الأخرى مش نسبت لأنه ملوش أي تحاليل طب الست بتشعر بيه؟ هنجبها من فوق لتحت يعني بالنسبة للمخ بتلاقي فيه أكتر حاجة بتحس بيها انه هو مش قادر اتنام كويس كمين؟ عدم النوم تسحى الصبح فيه ألام عنيفة جدا في معظم أجزاء الجسم تلاتة الحاجات اللي مسؤولة عن الإدراك زي ما احنا قلنا النسيان التركيز مش قادر يفكر في حاجة كان دقيق جدا في حاجات معينة دلوقتي مش قادر يتعامل مع الناس كمان بينسى جدا بينسى الحسابات وده بيصب بعض الناس اللي هي بتتعتمد على شغلها ضغط استرس نفسي على المخ اللي هو بتقوم الكمبيوتر بقى أو الحسابات والحاجات دي أو الأعمال الحرة والكلام ده كله بيبقى على طول في استرس في استرس ييجي بعد كده الإرهاق المزمن تلاقيه؟ يقولك أنا ما بقيتش زلقه أنا بقى أشتغل ساعة نص ساعة في المربخ وهذا رايح ضهري على السرير ويسموه بالمملكة بتاعتهم اللي هو دايما قاد في القضاء بتاعته ومنعزي دولت الأربع حاجات أكتر أربع حاجات بنشوفهم في مرضى الفايبرو هنقولنا الألم كمان قولنا النسيان أو الميموري والحاجات اللي هي خاصة بالذاكرة صعوبة النوم والإرهاق المزمن بييجي بعد كده حاجات مصاحبة بيه برضو زي الألم بتاع الفكين زي جفاف في العين زي رئة بينشوف كتير جدا زي ممكن التهاب هنا في الغدد الإنفوية ممكن يحصل ده ممكن كمان يحصل طنين في الأزن هنا حرقان في السدر جامد جدا أنا حاسة إنه في طعم سكاكين باخد نفسي بالعافية الأعراض متدخلة مع حاجات تانية كتيرة عشان كده لازم طبيب الأمراض الروماتيزمية أو الأمراض النفسية أو الأمراض العصبية هو اللي بيشخص البرد ده ولازم كده يا ده زي ما احنا قلنا الحاجات اللي احنا قلنا عليها المود والفاتيج والسليب والحاجات دي بنيجي بعد كده زي ما قلت التهاب الفتاع الفكين ده مهم جدا التهاب الفك بيقولك أنا فكي بيعلق مع الصبح وده بتشابه مع عراض الروماتيزمية برضو كمين؟ بيجي بعد كده المسانة العصبية اتلاقي لك يا دكتور رامد الحاش الحمام عايز أخش الحمام كل شوية أو ممكن البول يسيب منه بتيجي بعد كده اتقولك أنا عندي البطن بتاعتي فيه ألام مزمنة مع الدورة ألام عنيفة جدا برغب أن هي ممكن تكون متزوجة ألام أثناء الجماعة أو العلاقة أو بتبقى ما بتحبش العلاقة الجنسية كمين طبعا كمان ألام في البطن متفرقه بتيجي بعد كده بالليل بتحس ببعض كمان في الأحيان فيه مرضة كتير جدا يقولك يا دكتور أنا نار وحرقان وتنميل في رجلية طولي ليه ما بعرفش أنام مجرد ما جاعت غطة وكده ألاقي رجلي نار ساروخ نار في رجلية مش قادرة فدي بعض الأعراض اللي احنا بيعملها طب بيتم التشخيص ازاي؟ كان الزمان كان بنت شخص بـ 18 نقطة المريض جاب منهم 11 يبقى مرض الفيبرومالجة النقطة دي ممكن تكون أعلى هنا الأعلى من عند الرقبة والصدر من المنطقة الخلفية وتحت والدراعات والقدمين ألم ونقطة معينة النقطة اللي زهر كتير دي اللي عنده ده بعد كده بتجي تلاقي ايه ان المريض اخر كريتيريا او اخر توصيات فيها يعني بنقول ان الموضوع تغير شوي اللي هو بقى فيه موجود سكور للحاجات الأربعة اللي انا قلت عليه اللي هو الألم والترابي الزاكرة والفتيج او الارهاق المزمن والكوجنادف تس أردر اللي هم الحاجات اللي مسؤولة عن المخ يعني والاشارات العصبية فطبعا ده بياخد سكور معين وبعدين بنشخص بيه الامراض دي تحليل حاجات كتيرة جدا بنعملها عشان نستبد هل هو عنده ده او لا طب هو ممكن يجي مع امراض اخرى ولازم نفرق ما بينه وما بين متلازمة الارهاق المزمن يعني مش كل حالة هنقول مش عارف ايه او نقص فيتامين دال ممكن الاعراض دي تتشابه مع بعضها فعشان كده المرض ده بيتأخر شوية في التشخيص للأسف يعني فيه ناس كمان بعض الأطباء مش مقتنعة بوجود المرض ده أساسا لكن هو مرض موجود وكتير جدا من السيدات بتظلم ليه؟ لان تحليلها تبقى كويسة جدا الأشاعات بتاعيتها كويسة جدا فتيجي تروح للدكتور فيقولها انت زي الفل انت كويسة انت حسن مني ده مش عارف ايه فطبعا بتروح البيت وهي مريضة بتتعلم القلم بتاعها مبرح جدا زي ألم الحريق بالضبط تحس ان جسمها محروح كل صندو في جسمها بوجودها بتتعلم عارف التوتش بالنسبة لألم يعني الألم عندهم بيحسوا عشر أضعاف الطبيعي يعني هو التشخيص أهم حاجة عشان نوصل للمرض ده تحديدا لازم يكون التشخيص ده رقب واحد ده بالنسبة للمريض بالنسبة لأهله الوعي لازم يكون الحواليه عارفين عن طبيعة المرض لانه الإنسان حساس جدا الكلمة ممكن تقلمه اللي انت تحسسه ان هو مش تعبان ان الناس دي بتبقى حساسة جدا وفي نفس الوقت الناس اللي هي بتعرف المثاليين اللي هم بتقول بيرفكشن في كل حاجة بتلاهم نضاف جدا بلبسوا كويس جدا بتلاهم بيتموا بالنضافة العامة لأولادهم للبيت عشان كده موضوع موضوع الإرهاق المزمن مؤثر عليهم جدا لانه طبيعتها بتحب تنضف كتير بتحب تخرب بتحب تلبس كويس فالموضوع ده بيعيقها عن بص أبسط الأشياء بتعرفش تعمل أي حاجة في البيت كمين فطبعا بيجي بقى معها الأعراض النفسية وده بتتمثل في الاكتئاب طبعا تلاقي ممكن عندها اكتئاب ما بتحبش اتعامل معها او ده ده الحاجات بيوضح لنا ازاي اللي هو بيسيب الجهاز العصبي يعني والإشارات العصبية بتتأثر وبعض المواد الكيميائية وزي ما نقول المخ والهزبان الكورد أو الحبل الشوكي بيتأثر وبيأثر بالتالي على نقطة الألم دي فعشان كده الناس دي لازم يكون وعي للأفراد ثانيا لازم الناس دي تندرج تحت نافئة الدولة لأن الألم بتاعهم مزمن المرض ده مزمن مالوش علاج نهائي إلى الآن هو مكلف جدا من العلاج بتاعه يعني هو كله مسكنات لا مسكنات مضاد الاكتئاب حاجات كده هنيجي فيها في العلاج فلازم يعني احنا بالنشد فعلا انه لازم يندرج تحت نافئة الدولة لأنه بياخد علاج باستمرار والعلاج بتاعه غالي مكلف شوية فمش كل الناس هتقدر ثانيا بيزهقوا بيزهقوا من كتر العلاج زي ما انت حضرت بتقول ايه مسكناتهم ضدت الاكتئاب وعايز مناوم عشانين ايه وعايز مش عافيه حاجات كتيرة جدا بتتأثر مع مرض الفايبرونو فعشان كده يعني زي ما بقولك اهم حاجة العامل النفسي عندهم الناس دي لما بتغير اللايف ستايل بتاع خياتها الناس دي لما الاكل بتاعها مش الضايد بقى اللي احنا بنشيل من بعض الاكل السكريات الكتير المواد الجلوتين الامح الحاجات دي كلها منتجات الالباني كتيرة جدا عندهم المعجنات والكلام ده بالألم بتاعتهم بتقلب نسبة كبيرة جدا وبيرتاحوا كتير جدا يعني اللايف ستايل عندهم والعامل النفسي يعني قبطوا 70% من العلاج بعد كده بيجي دور العلاج الطبيعي او او تمارين زي ما بنقول التمارين بتاع التنفس او البيو فيباك ميكانيزم او تمارين الاستطالة ودي ممكن معنا فيديو بيبين التمارين دي ازاي اللي هي مريدة الفيبرو بتعملها في البيت او كده ودي بتحسن الموت كمان بتحسن درجة الالم بتحسن الوظيفة بتاع العضلات بتاعتهم كمان البرفورمانس او الاداء بتاعها بيبقى افضل يعني او ممكن ينزلونا الفيديو ده يا جماعة بعد اذنكم او دي حاجة الحاجة التانية زي ما بقولك البعض الاجتماعي كمان الزوج ممكن ما بيبقىش مقتنع او شايفها كويسة جدا قدامه الادم بتاعهم داخلي يعني مفيش تشوهات على العض مفيش التهابات في الموفاصة مفيش اللهم الا لو كان ثانوي لو كان معاه مرض اخر يعني زي مرض الروماطوت زي ما احنا قلنا وزئبة يعني ده ممكن يبقى بيان اللهم حاجات في ايدي او كده او كرح او الكلام ده فعشان كده البعض الاجتماعي ده مهم يعني دايما بيقول حتى لو سيدة اللي واحدها منقولها هاتي جوزك في الزيارة الجاي طب ده مش عارف بعض سيدات كتب لي يا دكتور التشخيص فورقة عشان مش مقتنعين في البيت بذات الناس اللي عيشها ببيتها ايلها بتأثرة من اكتر الناس اللي هو امها بنشوفهم دايما لو بعد موت الام او موت السند بالتحديد الزوج الاخ الابن الحاجات دي الصدمات النفسية الناس اللي هي مضغوطة في شوالها جامد اوي الناس اللي هي غيرت البيئة المعيشية بتاعتهم يعني مثلا حد من اقصى صعيد جي يعيش في القاهرة او العكس او بتاعها او حد اثنال في دولة تانية ده المفروض يعني المرضى بيعملهم والالتزام بالاكل طبعا زي ما احنا قلنا الدايت والحاجات دي واللايف ستايل كمان وزي ما قول التعليم السلوكي او المعرفي كمان يعني كتير جدا بنحب موضوع اللي هو الجروب الجروب ده اللي هو نجمع بعض المرضى واستفادوا من خبرتهم مع بعض وبيحكوا ازاي المرض ده جالها ودي جالها ازاي ده كان بسبب مش عارف مين ده كان بسبب زي ما قلت بوت كزا حد خسر في البورصة حاجة طيب كده ممكن عشان الناس الابتابع معانا نشرح ده الاستريتشات بتاع الطرف العلوي بالنسبة للمرضى الفايبرو ده بيعمله حاجة استطالة للطرف العلوي ده بيرايح الكتف وبيرايح العضلات بتاع الرقبة كويس جدا يعني المريض بيحس بتحسن رهيب بعد الاستريتشات دي كمان ودايما برضو ممكن المساجه الخفيف جدا كمان الشوار الدافي الحاجات دي كلها بتريح المريض اصد قولك ان معظم الادوية علشان النوم علشان الالم علشان الحاجات المعرفية وكل مريض فيه اختلف في علاجه انا التاني طيب يعني الراحة الذهنية والراحة نفسية هي العامل الاساسي والاربع عوامل كمان اللي احنا بنقوله الاعراض الكتير في واحد عنده الالم اكتر في واحد عنده النوم هي اكتر شوية في واحد عنده موضوع الادراق والاكتئاب والحاجات دي اكتر في واحد عنده الارهاق شديد عليه شوية فكل واحد بندله علاج على حسب مشكلته الاساسيات ثانيا التأهيل النفسي لازم هتقبل الدنيا يقولك لا انا اسم الحقيقة ساعات بيفكر في الانتحار ساعات بي مش عارف ايه لانه مش قادر يمارس عمله واحد كان بيشتغل من 10 ا 12 ساعة دلوقتي ساعة ساعة ونص ويقولك انا مش قادر اكمل هو المرضى لا يصيب الرجال لا 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 فيه نسبة قليلة لا بيصيب دلوقتي من كدر الاسترس الناس اقول حالة الاقتصادية الحالة المعيشية للناس عيشها دلوقتي فطبعا الاسترس الدخط على الرجال بيبقى عنيف كمان لما بيجي في الرجال بيبقى عنيف جدا لان الرجالة طبعا بيبقى الكدر على الاستحمال الحاجات المعيشية اكتر شوية من فلما طبعا لما يتعب بقى وبيصيب بيبقى يعني بالنسبة له موزعج جدا تمام حالة احنا قلنا مرحلة التشخيص بس انا هسأل في التشخيص حاجة لو اتشخص غلط واخدنا وقت ان احنا ماشيين بنتعالج في اتجاه تين خلص المضاعفات بتاعت الموضوع دي ايه هايبقى عن مضاعفات الادوية اللي انت بتدهيش ده رقم واحد ثانيا انت بتدهي عوقت المريض معاك ودهي عوقت الدكتور كمان لان انت في حتة ودهي في حتة تانية خلص يعني ممكن ده يكون مريض نفسي اصلا من البداية ده المنش عند لان الاعراض بتاعته بتتشابه مع بعض الامراض النفسية طيب زي البيبولر والحاجات دي كلها اللي هو السناء الكدب او الكلام طب انت من البداية لازم تكون عارف ده المريض ده ايه وتحط زي ما قلت لك الكريتيريا اللي هي الاسترشادية اللي احنا قلنا عليها اللي هو القلم بياخد سكور معين اللي هو الفتيج اللي هو الارهاق بكذا نوم درجات الادراك بتاعه كام كل واحد من ده له سكور بندهيه للمريض مناطق الالم عنده بقت مناطق يعني هال الدراعات اللي فقى الالم اكتر عن ناحيتين من فوق من اعلى الكتف من اعلى اسفل لوح الكتف الحاجات دي مهمة جدا طبعا ده بيبقى الطبيب عارف هو بيعمل ايه والطبيب الامراض دي رموتزميه الطبيب المرضية هو بيبقى المرض ثابت مفيش يعني هو بيمش على حاجات بيبقى على نظام زي البلس كده زي النباط وطعم زي الهرم ايام بتلاقي المريض كويس جدا ولو التزم بالعلاج والتزم بالحاجات دي وامراض تعبان جدا مش قادر يقوم حتى بنفس اللفظ الكورى يقولك انا حاس ان انا بس حصوبها كأن دايس علي قطر في ايام ما بقدرش اتحرك فعليا ما بقدرش اقوم انه مش قادر يتعامل مع اللي حواليه بيبقى حساس للكلام جدا يعني اقل كلمة بتعصبه بيبقى عصبي جدا وصوتهم عالي وده طبعا بيفسر سيدات كتيرة جدا بتبقى عصبية جدا على الولايات وعلى هزواجهم وعلى المحيطين ليها وبتاعهم محدش عارب في السبب ايه انا مش متشخاصة كويس وبتعمل التحليل تطلع طبيعي بتعمل اشعاعات كويسة جدا فتروح مثلا في بعض الاطباء غير متخصصين او كده فبينفي عنها اي حاجة لا ده مفيش حاجة بتتدلعي كلمة دي اكتر كلمة ودت مرض الفايبروف دايب كلمة انت بتتدلعي طبعا ده بيعمل شكل اسرية جاملة جدا اما بترجع البيت هي مش قادرة تعمل شغل البيت وعلىها مثلا النهاردة تعمل حاجة معينة في البيت ده خاصة في بيوت العيلة يعني فلا انت بتتدلعي الدكتور قال انت بتتدلعي وراح تكشف عند واحد واثنين وثلاثة واربعة ولا انت بتتدلعي فطبعا عشان ما برحتش لحد متخصص لكن لو راحت من البداية هتعرف ان المرض ده زي ما بقولت بيعتمد على تشخيص الدكتور على الوعي بتاع المحيطين بتاعهم الارابع المحيطين في الشغل لازم يكونوا عارفين برضو نفس القصة ثانيا بنعملهم بعض التقرير الطبية علشان العمل بتاعهم ما يبقاش تعيل عنهم لازم يخفف عنهم الاعمال وكمان زي ما بقولت اللهم المفروض يندرجوا تحت العلاج نفقة الدولة لان المرض ده مزمن وبياخد ادوية كترة جدا ومكلفة جدا العلاجات وطرقها والحاجات بتقترحه لمرض الالتهاب العضلي اللي فيه هو اكتر نصيحة ان انا بقولها بصراحة يعني دي من الحاجات اللي هي معظم المرضى كده اللي هو اللايف ستايل بتاع الحياة بيتغير النوم الاكل الرياضة ممارسة الرياضة السباحة طبعا من الحاجات المهمة جدا في علاج التعب ده الستراتشات اليوجا الحاجات كتيرة جدا الحاجات الروحانيات شوية يعني دايما الجسم طبعا انت عرف الانسان روح وموضوع الجسم اخلق من طين فالاكل والشرب هو الغذاء بتاعه الروح الروحانيات الصلاة والعبادات والحاجات المحيطة بيك اللي انت بتتأثر البحر الحاجات الخضرة الكلام ده كله بيأثر في المرض ده جميل جدا الفسح الخروجات الكلام ده الشوبينج طبعا كله ده بيهدي معهم الالام شوية طبعا مع الناس كلها طبعا الحاجات دي بتفرق مع الكلمة اللي احتواء الاهتمام الحاجات دي كلها مهمة جدا يعني يحسوا ان اللي حواليهم حاسس بيه يعني اكتر كلمة بتوقع انه لك انا محدش حاس بيه محدش حاسس بالقلم بتاعي محدش مقدر ليه فيه هو ده اكتر حاجات احنا بنواجهها مشاكل نفسية معاهم يعني حتى الدكتور ان ما كانش اتجه للعامل النفسه عند المريض ده مش هيتعادل ده لان ده الاساس عنده ده الاساس ان احنا نبقى مؤهلين لاستقبال او ان احنا نتعامل مع المرض في دلوقتي بعض الكريمات المستخلصة دلوقتي من حاجات قاتلة للألم اه اه طبعا غالية شوية بس يعني بيجيب نتاج هيلة جدا حاجات موضعية ملهاش اي اثار جانبية على الحاجات دي الحقن الموضعي البعض مناطق الألم اه بالمواد السكرية او بالبازمة او ايا كان الموضوع يعني الحقن الموضعي ده بيقلل برضو جزء من الألم كتير جدا ممارسة الرياضة العلاج الطبيعي هو علاجه متكامل يعني مفيش حاجة اسمها حاجة واحدة بعالج بها الفيبرو مش الأدوية او قاتل الألم او بسط عضلات او مضاد الاكتئاب او حاجات تزبط المود او حاجات تساعد عن النوم بس او مضادات للالتهاب بس لا ده منظومة تركيب بتاعت الدكتور منظومة الخلطة دي بتاعت الدكتور بس وظيفة الدكتور انه بيفصل العلاج لكل مريض على حسب حالته وانت بيخش عوامل كتيرة جدا الحالة المادية صحيح حالة الاجتماعية متجوزة ولا مخلفة ولا مش مخلفة ده برضو حاجات دي بتاثر جامل جدا صحيح عليه مطلقة عرمالة ده برضو مطلق كده الحاجات دي لا جوانب بتاع مريض بيحب يلتزم على الدواء ولا ده بيحب الحاجات العلاج النفس فيه مريض لك انا ما بقى محبش الدواء محبش الدواء شوف له طرق تانية انا عايز لايف ستايل عايز عايش حياتي عايز اسافر عايز اروح شوف له حاجات طبيعية المساج حقن بتاع حاجات انا مش هقدر استمر اللي انا اخد دواء فيه مرضى كتير كده ان يرفض ياخد علاج الاجتعاب لك لا انا مش عايز اتعاود رغمالغم ممكن فيه بعض الادوانات تصبش التعاود يعني عادي ممكن يتوقف عنها وكده يعني فعشان كده لازم الوعي الصحي المريض بيتكلم مع الدكتور وبيختاروا مع بعض طريقة العلاج المناسبة لي اللي يتساعدوا على الشفاء باذن الله باذن الله باذن الله عشان تكلفته اه طبعا طبعا والله هو مرض مزمن يعني فطبعا وده حقهم يعني ده اقل حاجة ده اقل حاجة ليهم لانهما فعلا بيتقلموا الام حنيفة محادش هيقدر يعني مش عايز اقولك ان فيه ناس تقولك الهدوم اللي علي بتوجه بحقيقة هو بحس كده استقبلات الالم بتاعته بتبقى واطية جدا بتستقبل اي نوع من اي نوع مؤسس اي تاتش بالنسبة له بيحس في المخ كأنه علم ففعلا لازم يندرجوا تحتنافع الدولة فعلا يعني نعتبرها دعوة من حضرتك للدولة ان هي تتكفل باصحاب الالتهاب العضلي اللي في كان معنا دكتور محمد العدل مدرس مساعد الروماتزم والألام العمود الفقري بنشكرك دكتور محمد ان شاء الله نلقاكم بعد الفاصل مع دكتورة وفاء عبد السلام شكرا لكم مجموعة مير للعناية بالشعر غنية بزبدة الشياء المعروفة بتغذية الشعر انسي الشعر المؤصف الهايش مع مجموعة مير الغنية بزيوت طبعية هتغير لك حياتك وحتبقي نجمة وسط صحابك مجموعة مير شامبو بلسم زيت وكريم لازم تستخدمي منتجات مير للحفاظ على جمال شعري مجموعة مير للعناية بالشعر عرف المصريون القدماء بجمال شعرهم ولمعانه ورونقه مجموعة مير للعناية بالشعر غنية بزبدة الشياء المعروفة بتغذية الشعر مجموعة مير شامبو بلسم حمام كريم مجموعة مير للعناية بالشعر مجموعة مير للعناية بالشعر غنية بزبدة الشياء المعروفة بتغذية الشعر انسي شعر المقصف الهايش مع مجموعة مير الغنية بزيوت طبيعية حتغير لك حياتك وحتبقي نجمة وسط صحابك مجموعة مير شامبو بلسم زيت وحمام كريم بعد استخدامك للبروتين والسبغة لازم تستخدمي منتجات مير للحفاظ على جمال شعرك لطلب المنتج الاتصال على 0-10-33-99-78-78 مطلوب بوكلاء للتوزيع منتجات مير للعناية بالشعر خالية من السوديوم والسلفات مير لمعان ونعومة فوق الوصف لا ان الوقت مندهب يا ناس يا هو الحلاء بيت من غير تعب مع جل الحلاء بو مهما كنت مستعجل بو هيخليك في أبهى صورة والشاكة من غير استخدام للميا جل الحلاء بو بيسهلك الحلاء بو انتعاش حماية ترطيب جل الحلاء بو حلاء سهلة بدون تعب انتعاش فوق الوصف شفاف بدون رغوة بو انتعاش حماية ترطيب بو تصنيع شركة ريف الفرما مطلوب بوكلاء لطلبات الجملة والتوزيع زيرو عشر تلاتة وتلاتين تسعة وتسعين تمانية وسبعين تمانية وسبعين أهلا بيكم مرة تانية في البيت الكبير معانا في الحلقة التانية من سلسلة البيت في الإسلام الدكتورة وفاء عبد السلام عشان نكمل الحلقاتنا الأولانية وكنا اتكلمنا عن الاختيار وهنكمل معاها النهاردة البيت والزواج نورتين يا دكتورة وفاء جزاك الله خير تخرت علينا شوية لا معرفيش الحمد لله بالسلام ان شاء الله ربنا هيصر كده ان شاء الله ربنا هيزيك يا رب ما بعد الاختيار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وترتيبه وأدب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فأحسن تأديبه وزكى وصافه وأخلاقه ثم اتحزع صفيةه وحبيبه ووفق للأقتداء به من أراد تتبيته وحرم على التخلق بأخلاقه من أراد تشتيته وصلى الله تبارك وتعالى على خير الرجالي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسديما كثيرا أما بعد فأنا بشكر حياتك على هذا اللقاء ومعنش أنا بعتدر بالله بس أنا وقت ربنا اللي يعلم بي تعودكم بس كده بالبرقة في الوقت كده ونبقى مع بعض دايما إن شاء الله بإذن الله إحنا اتكلمنا في الحلقة الماضية عن أسس الاختيار وقلنا قبل ما نتكلم على أسس الاختيار إحنا بنتزوج له يعني فيه ثلاث محاور كده عشان الزواج أنها فطرة لأن دي الفطرة لفتر ربنا سبحانه وتعالى الناس عليها يعني حتى حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيته ثلاثة من الراحة أو راحت مجموعة من الناس وسألوا بيت أزواج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة حضرة سيدنا النبي فكأنهم تقلوها يعني قالوا لا بدا لا يعني وأوعزوا هذا الأمر قالوا أن رب العزة سبحانه وتعالى قد غفر للرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر فواحد فيهم قال أنا حصوم الدهر ولا أفطر مش هفطر أبدا يعني أصوم الدهر ولا أفطر والتاني قال وأنا أقوم الليل ولا أنام والتالت قال وأنا لا أتزوج النساء عشان يبقوا متفرغين لعبادة رب العزة سبحانه وتعالى فحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع منهم هذا الكلام ويمكن أنا أصريت أن أتحدث في هذه النقطة النهاردة لأنك فيه كثير من الناس اشتكوا أن أبنائهم وبناتهم بدأوا معرضوا عن الزواج ودي بقيت يمكن اقتربت أن تكون ظاهرة فقالوا لي طلبوا مني أن يتحدث في هذا الأمر فأنا قلت نراجع ونتذكر ما تحدثنا فيه فسيدنا النبي لما سمع هذا الكلام ذعب لهم وقال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا فقالوا بلى يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأخشاكم إلى الله وأبقاكم له يعني أنا أخشى الناس لله عز وجل وأطقى الناس لله عز وجل ولكني أصوم وأفطر وأصلي أو أقوم الليل وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ويمكن لما ذكر لحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيعمله سيدنا عثمان بن مضعون من أنه هو معتزل كل حاجة وقاعد بس للعبادة فحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه سيدنا عثمان بن مضعون ده يعني من الصحابة اللي قال في الإسلام ده يبقى خال السيدة حفصة وسيدنا عبد الله بن عمر أبناء سيدنا عمر بن الخطاب يعني أخو السيدة زينا بالكاتزوجة سيدنا عمر وده من المهاجرين وأول مهاجر دفن بالبقيع في المدينة المنورة فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له أراغب أنت عن سنتي يا عثمان فقال لا يا رسول الله فقال له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذن تزوج فإني أتزوج وبدأ يعدل مصار سيدنا عثمان الحاجة الثانية قلنا الانتقاء والاختيار وإحنا تحدثنا عليها باستفادة في الحلقة الماضية الحاجة الثالثة المصلحة الاجتماعية ودي متعلقة بالأولانية مصلحة الاجتماعية يعني إيه؟ حفاظ على النسل لازم الزواج دو من أثاره الإيجابية على المجتمع أو الحياة الاجتماعية إنه بيحافظ على الإنسان نفسه وبيحافظ على الأنساب وبيحافظ على المجتمع من الانحلال ومن لأن دي غريزة ويجب أن تصرف هذه الغريزة فده ممكن يؤثر على المجتمع أخذنا الأجزاء بتاعت الاختيار الإسباني الماضي والنهاردة هنبدأ بقى في الشق العملي لو بدأنا نتحدث عن الشق العملي أنا أتقدم لبنتي عريس وبدأت أخيص الشرع على هذا الاختيار أو ابني عايزة تقدم إلى عروسة ونظرت إلى المقياس الشرعي اللي أسلي بيه والداني القصص اللي أخطر عليها ووجدت إن القصص موجودة طول ما أنا ببحث وأرجوكم وبأكرر وبأعيد وبزيد في هذه الجملة التحر التحري ده مهم جدا 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 كثير من بناتي بعد ما بتتخطب وبيبدأوا في التجهيز ولسه كان فيه مشكلة قريبة جدا لإحدى بناتي وطلع في الآخر أخذ كل العفش اللي جابته وطلع مصة فلما بسألها لا إحنا سألنا الجيران فقالوا آه يعني كويس في حاله ما يعرفوش عنده حاجة غير إنه في حاله ففي حاله ده حاجة كويسة فطيب إحنا فين التحري فين نروح له في شغله ونسأل عليه فين يعني لازم فيه تحري بناتنا لازم يصانوا فالحمد لله نظهر هذا الأمر قبل الزواج أو قبل الزفاف فلازم نتحرع وإحنا بنتحرع عندنا صلاة الاستخارة وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا جابر قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا الصورة من القرآن يعني زي ما بنقرأ الصورة في القرآن وبنتحفظها زي ما سيدنا النبي كان بيعلمنا زي نحفظ صلاة الاستخارة لازم نستخير وحنقول دلوقتي الصيغة بتاعت الصلاة والكيفية كمان لكن قبل ما نقول الصيغة ونقول الكيفية ودي أسئلة كتير بتطرح علينا مش لازم أشوف رؤية مش بشرط أني أشوف رؤية هنلاقي إما تيسير أو إن ربنا سبحانه وتعالى جائل في قلبي كده فيش طمقنينة أو الأمور بتتعرقل ارجعوا قبل ما تبقى الأمور تصل إلى مرحلة ما نقدرش نتراجع فيها يستحب أن تكون هذه الصلاة في وقت الصحر الوقت اللي هي مختلفه مع رب العزة سبحانه وتعالى وصدنا النبي اللي هي قبل الفجر قبل الفجر بفترة كده يعني ممكن بعد الساعة واحدة بالليل نصلي صلاة الاستخار وساعة اتنين بالليل مش متيسر صلوا بالنهار لأن احنا بنقول الوقت المستحب لكن سيدنا النبي لما جيه يشرح أو يقول للصحابة على صلاة الاستخارة قال لهم ركعتين من غير الفريدة ما يبقى لهمش علاقة يعني دول ركعتين سنة ما لهمش علاقة بالفريدة سواء الصلاة الفجر أو ظهر أو عصر أو مغرب نبعد تماما عن الفريدة إما في السنة وممكن أخذ السنة بنفس النية بصلاة الاستخارة بصلي في يفضل أن أقرأ في الأولى الكافرون وفي الثانية الإخلاص وبعد ما انتهي من يعني فيه علماء قالوا قبل ما تسلم لو أنت حافظ أم إيش حافظ حتسلم وحتمسك الورقة وتقرأ منها هو بتقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجل أمري وأجله فقدره لي ويؤسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر طبعا الأمر بيذكر شره لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجل أمري وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به دعاء بنقوله وبنتوجه لرب العزة سبحانه وتعالى أن يخير لبنتي أو لابني الزوج أو الزوجة الصالحة ونترك الأمر اللي مع الأخذ بالأسباب اللي هو أن أنا بتحرأ وبدور وبشوف هل ده مناسب أو هل هذه الفتاة مناسبة لابني ولا لا بالسؤال وبالتحري وإني أروح مرة واثنين وتلاتة وصلاة الاستخارة مرة واثنين وتلاتة سيدنا عمر ظل يستخير رب العزة سبحانه وتعالى في أمر شهر كامل يوميا فأنا مش يعني مش مرة مرتين نزهق أو ما فيش مش حسين لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يظهر لي على إما أن يكون فيه تيسير أو أن يكون فيه عرقلة أو أن قلبي مش مطمئن يعني فيه كثير من الناس يعني أنا ليه أخر بني أدينه الصحة يقول لي أول ما بصالي صلاة استخارة ألاقي فيه حاجة نزلت في قلبي لا لا بيشوف رؤية ولا بيحصل تيسير أو عرقلة بس تبص تلاقي حاجة نزلت في قلبه كده اتصد نفسه عن هذا الأمر فخلاص بيعرف إن هي من رب العزة سبحانه وتعالى كثير من الناس عداها هذا الأمر أنا ممكن أشوف رؤية من منام أو ممكن ألاقي الأمور بتتفتح ومشي ببركة رب العزة سبحانه وتعالى فيه جزئية بقى فيه كثير من الناس بيقولوا إيه إحنا صالينا صلاة استخارة بتليس سألحاب وأخذنا بالأسباب بالضبط ودورنا وبحثنا بس في الآخر حصل دي بقى إرادة ربنا وده بتلاق من عند ربنا سبحانه وتعالى يعني أنا علي السعي والتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى هو ده اللي أنا مقمورة به أنا بعمل إلا علي أنا علي السعي والنتائج كلها بتاعة رب العزة سبحانه وتعالى وحب أعرفه إن الاختارهي ربنا هو الخير ما هوش الشر لا حكمة لا يعلمها إلى رب العزة سبحانه وتعالى فقادي الجزئية بتاعة الاستخارة خلاص وفقنا على الخطة وبقى هيبقى فيه خطيط طبعا إحنا أنا عرفة إن فيك كثير من الأسئلة جات للبرنامج وجات لحضرته وجات لي طيب لما بيحصل طلاق لما بيحصل كذا لما بيحصل كذا الأبناء ويحصل إيه والله حنيجي إن شاء الله لما تقلقوش أنا بأقول لكم وحتى الحاجة من يوسف أو اللي اتصلوا بينا من الفيوم الحلقة الماضية أسئلتهم وإجاباتهم جاية إن شاء الله بإذن الله أستاذ يوسري أهلا بيك أستاذ يوسري أهلا بيك أهلا بيك أستاذ يوسري علشان آسف أهلا بيك أستاذ يوسري أنا بشكل حضرتك وأريد كل التليفزيون والبرامج تبقى زي حضرتك كده الله يعزك يا رب شكرا بيك والأجتازة الدكتورة دي أنا امتباحة من زمان ببرامج كتيرة جزاك الله خيرا الله يخير ويريد كل القنوات تبقى جايقوا أنا ما عنديه شؤال ولا عندي حاجة الله يكرمك يا رب شكرا لك ويعني ده شكرا وسمع على صدرنا ربنا يعزك يا رب شكرا لك أستاذ يوسري جزاك الله خيرا أستاذ يوسري شهادة نعتز بيها برك الله فيك فبتيجي أنا عارفة أن جات طلبات كتيرة هنمشي واحدة واحدة طالما أخذ نقرقودها إن شاء الله سلسلة بإذن الله فدخلنا في مرحلة الخدمة مشاكل بقى على الشبكة والشبكة هدية ولا مش هدية الشبكة دي هدية الخاطب ودي طالما ما فيش اتفاق عنها جزء من المهر هنالهاش هلقب المهر عشان بس إيه إيه هو بقى المهر هنتكلم في الأمور دي كلها لأن يعني ترجع في حالة الفسخ ولا لأ عشان فيه ما مهر الأمور دي كلها هنتكلم فيها طبعا أنا ساكت أوه حاضر الأمور دي كلها طيب معنا أستاذ علي من أسيوت أهلا بيك أستاذ علي السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم بارك الله فيك الدكتورة مع حضرتك برنامج الجميل دي وقتنا الدكتورة برنامج الجميل دي كلها لأسيار كم من أسجار أوه بني سلاة للسخارة والناس بتعمل البالسخارة برنامج الجميل وبرد تأتي ومور يعني زي رقص فراء زي رؤية خواتم خاتم كبير خاتم صغير أحجار كريمة فيش خاتم بيجي على المداخل يدي يعني ممكن أردت خمسة تخوص كان نحدث عن خاتم يعني مرة يطلع عبد وفصه مرة وفصه غير مرة ما تلبسش الخاتم تمامي ماشي أستاذ علي شكرا لك تقدري دكتور أنا حقول لها حضرتك هو بيقام حكم شرعي على الاستخارة يعني مثلا هو استخار استخارة يعني صلصات استخارة على أمر فجاله الأمر دوت وليكن ولا يازه بالله مثلا طلاق فهل يقام الحكم شرعي كده إن أنا أطلق فعلا بناء على هذه الاستخارة طبعا احنا بنقول احنا بنستخير ربنا سبحانه وتعالى وإما بشوف رؤية زي ما حياتك بتتكلم دلوقتي وتأويل الرؤى ديت بترجع لمتخصصين في تأويل الرؤى الرؤية ممكن تكون واضحة وممكن ما تكونش واضحة حياتك بتسأل حد يكون متخصص في تأويل الرؤى يقول لحضرتك تأويل هذه الرؤية وإن كنت يعني بقول لحضرتك أنت بتقوم من الرؤية بتبقى فاهم من الراحة النفسية لكن لا تقيم حكم شرعي لا تقيم حكم شرعي على هذا الأمر يعني يعني أنا يعني ما أقدرش أقول لحضرتك واحد استخار وخلي بالحضرتك الاستخارة بتبقى في شيء يرضي الله عز وجل وليس في شيء يغضي بالله عز وجل فما أقدرش أقيم هذا الحكم على حاجة ربما أكون أنا أولتها تأويل خاطئ فممكن يكون تأويلي خاطئ أنا بأخذ بالأسباب والتغفيق من عند ربنا وده الجزء الثاني من سؤال حضرتك يعني سواء هم اللي تم متعلقين ببعض أنا بأخذ بالأسباب لكن ما أقدرش أقيم حكم شرعي على هذا الأمر لا ده أنا بقول له يا رب أنا لا حيلة لي ولا علم لي فيارب أنت خير لي اختر لي اختر لي بقى أخش في المشروع دوت ولا ما أخشش أخش في الزجة دي ولا ما أخشش أشتري العربية دي ولا ما أشتريهاش يعني أشتري البيت ده ولا ما أشتريهوش لأن أنا ما أعرفش ما وراء هذا الأمر لكن لا يتعلق عليه حكم شرعي أما بالنسبة بقى زي ما أنا قلت ويمكن ذكرت الجزئية دي ربما أنا أصلي صلاة استخارة ويجي النتائج عكس أقولت أن أنا صليت بصراحة هي فيها شقين الشق الأولاني أن أنا ما عليش النتائج أنا علي الأخذ بالأسباب والسعي وأن أنا أخذ كل احتياطاتي الوجب عشان إنجاح هذا الأمر الحاجة التانية أني أكون حيادية عند الاستخارة لأن كثير أقول له حضرتك كثير من الناس بتخش صلاة الاستخارة ويأخذ قرار في تأثير نفسي علي بصبت كده خلاص مفيش نتيجة بالضبط كده فخلاص بخش باخد القرار وأنا صليت استخارة ده أمر مهم جدا جدا يعني أنا كثير من البناتي يقولوا نحن صليت صلاة استخارة طب أنت بصلي صلاة استخارة أه لا أنا كنت يعني مرتبطة بيه أو عيزاء أو هو عجبني أو كده فنصليت استخارة إن أنا طب ما أنت واخد قرارك أساسا وأنا روحت اتعقدت على العربية وتعقدت على لونها وتعقدت على كل حاجة وبعدين بقى بصلي صلاة استخارة تكملت الأمر طب ما أنت واخد قرارك لا صلاة الاستخارة أنا بسأل وفي نفس الوقت بصلي صلاة استخارة يا رب خيار للخير افرد أن الأمر جاه عكس ما أنا كنت عايزة لأن كثير مثلا من البنات وبرضو دي جزئية أنا بحب أثيرها وكويس أن فيها أسئلة تفتح لنا الموضوعات يجي الرجل ما يصور الحياة ويعني مرتاح مادية فأنا ويجي واحد تاني ما معهوش مادية فقير فقول لها صلي صلاة استخارة دا ولا دا تقول لها دا خلاص انتهى دا أنا مش حاقده الفقير دا أساسا دا برا الموضوع كويس أنا حاقد يعني أنت حتى إطار اللي أنت تختاري على أساسه دا الحالتك من الموضوع دا تيجي بعد ما تتزوج تكتشف أنه هو في صفات لا تساوي هذا المال اللي هي وافقت عليه طب أنت لما صارت الصلاة استخارة كنت محددة حاضر حسن حخلي تصلي يدخل بس عشان نقفل دي أنت كنت محددة حاجة حاجة ما جيتي غيرتي هو مش مسؤول عن هذا التغيير طبعا معانا أستاذ إيمان من أسوان أهلا بك أستاذ إيمان وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله بركاته فضلي أستاذ إيمان والله يا حاضرتك أنت كنت تتكلمي عن إزاي الواحد ياخد قرار هو داخل صلاة الاستخارة فأنا إزاي أفصل بين مية الشخصية من جول افتياح الشخص والشخص وإزاي أفصل إن دي من الله بعد الاستخارة وإحنا كنا لسا بتكلم عن ده حالا دلوقتي طيب معاتي دكتورة نعم وحضرتك ما عليش في سؤال تاني لو أنا بعد ما دخلت الاستخارة أنا مقتنعة برأيي الشخص للأسف مثلا ما استجدت للأمور اللي هي حصلت بعد كده إزاي أقدر يعني إزاي أقدر أستعين بالله في إن نجيه من الشخص مثلا أو اختيارك خلاص اخترتي فقدر لك الاشتراح ما شاء الله هو ده الجزء اللي مكلم فيه ما شاء الله يعني بس هو إحنا بنقول إحنا يعني هو ده اللي إحنا بنقابله في طريقنا وفي حياتنا وهو ده اللي موجود فعلا في الحياة بزبط كده نزل الأرض الواقع حضراتك إزاي تقولي هو ده من جوايا ولا ده من اختيار رب العزة سبحانه وتعالى بتسليمك أنت أنت قبل ما تخش في هذا الأمر تكونيش واخدى قطع أمر في هذا الموضوع فبتسليمي كنتي لله عز وجل أنا راضية بلى ربنا أسمهولي وأنا راضية وعشان كده قلنا إيه مش مرة ده مرارا يعني حتى قلبي ماستريحش تاني حكمل قال ربما تكون حاجة من النفس ربما يكون تأثير من حد قالي حاجة ربما فخليني يعني مش تأثير حد قالي حاجة وحش فأنا ما استمعتش لا يعني أنا ممكن مثلا مثلا ييجي البنتي خاطئ وأقول لها صالي الصلاة استخارة وأنا بصالي البنتي صلاة استخارة وشغليني البنت كله صلاة استخارة تيجي أختي لأ شكل وحش فممكن يكون التأثير على الشكل ملهوش علاقة أخذ بالحضرتك فأنا بقول نحيد الجزء ده ويبقى مسلمين أمرين لله عز وجل وما يبقاش فيه مؤثرات بس أنا خليني مسلمة لله عز وجل دي جزئية أنا اخترت بقى وطلع الاختيار عكس أنا زي ما بقولك إما كان الهوى هو المسيطر علي أو أن أكون خدت بكل الأسباب لكن النتائج بتاعة رب العزة سبحانه وتعالى ربنا حطني في هذا الأمر الابتلاء الاختبار من ربنا سبحانه وتعالى شوفني أصبر أم أقنط ربنا حطتني في هذا الاختبار ربنا أكون آية الغيري عشان خاطر أوري لهم إزاي لما حصل عكس هذا الأمر أخذته برضى بقضاء الله عز وجل وتعاملت بأخلاقيات الإسلام الصحيحة والحقيقية فأنا مش عارفة الحكمة إيه فيبقى بس في الآخر عندي رضى أهلا بك أستوزة فاطمة أهلا بك أستوزة فاطمة أنا في قدام عريس بس أنا مقتنعة بي ومصدرس استقارا مختارة عريس صاح كده فاطمة ومقتنعة بيه بس بصليتش استخار اي اصبت طيب واتخطبت وخلاص نا بلسا طيب طيب انا بطلب منك يعني يعني معلش كده صلي صات استخارة واقول يا رب كده ايه خليني يعني ايه نور لي بصيرتي يعني ادعي ربنا سبحانه وتعالى ان يورين لك البصيرة بعد يعني يعني بعد الاقتناع دوت يا رب رجعني كده لنقطة حياد ونور بصيرتي ووريني يمكن انا مش شايفة فاصل بس للازام واستمري على هذا الامر ربنا يصر تفضلي معلش ناسف واستمري على صلاة الاستخارة مش مرة ولا تنين ولا تلاتة يعني ضلي كده على الاستخارة لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يستجيب ليك بوفق مراد الله وانتي بتدهي في الاستخارة بتاعتك قولي له يا رب يا رب خليه وفق مرادك مش وفق مرادي انا يعني حاول الصحاحي منية في هذا الامر وربنا سبحانه وتعالى يخير لك الصالح نكمل حضرتك سريعا قبل الازان عشان نطلع فاصل الازان انتي قلت عليك من شوية الغنى والفقر اه تمام منذول عامل اساسي جدا في الاختيار لا لا مش عامل اساسي التكافؤ عامل اساسي كنت لسه كنت هاشر حليك على موضوع التكافؤ التكافؤ عامل اساسي لكن الغنى والفقر مع ذهاب الدين مش عامل اساسي يعني لو حطيت الدين لو حطيت الغنى والفقر انا هقول له حياتك على حاجة ودي من حاجات اللي كنت هذكرها بعد شوية لما تقدم السيدة فاطمة بنت حضر السيدنا النبي يعني مفيش بقى يعني اعلى من كده لما تقدم للسيدة فاطمة وعرف من يخطبها وعرف ان السيدة فاطمة تخطب من رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عليه ابن ابي طالب كان نفسه حضرتك لما يجي الوقت تقول لي لما جي سيدنا عليه وسمع ده فالجارية بتاعت سيدنا عليه مولاي عبده وعطقه وظلت في خدمته قالت له ان السيدة فاطمة تخطب فتقدم لها لان هو بيحبه بس مش قادر فقال لها لا املك شئ فقالت له تقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتحدث معه جي تاني واستحق انه يفتح سيدنا رسول الله في هذا الام اما جي تاني وقعد قدام حضرة سيدنا النبي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لماذا جئ يا علي فمش أدر يتكلم قال له أجئت لتقطب فاطمة فقال بلى يا رسول الله يعني شوف حتى حياء وآدبا الفارق اللي بين السيدة فاطمة بس مش فارق اجتماعي يعني عشان بس الناس تخب بالها ده ابن عم حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فارق مدي ممكن يكون فارق مدي هو ما معهوش يعني هو ما معهوش طيب هنبس فاصل ونرجع لكم شكرا لكم البيت الكبير جمل حلقتنا والبيت في الإسلام مع الدكتورة وفاق عبد السلام أهلا وسهلا قبل الفاصل على طول كنا بنتكلم عن التكافؤ والمادي والثقافي تمام حاجة بتقولي ماديا مش مهم لا ما قلتش كده أنا بقول لخضرتك مش مش مهم بمعنى ان احنا لا لو 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 انا لو انا عندي انا قلت جنب الدين تمام لان انا لو لو جالي واحد سيء الخلق تمام وما يعرفش حاجة عن دينه يعني انا اسفة في اللي انا بقوله ده ما هو الدين مش معناه ان هو بيصلي بس ويصوم سيدنا عمر بن الخطاب قال له اتشهد معه اشهد ما اعرفته عرفته فقال بلا يا امير المؤمي اتعرفه قال بلا يا امير المؤمي قال له طب صحبت في الصفر طب هو جارك اللي تعرف ما داخله مخرجه لانه في الصفر بتعرف مكارم الاقلاق طب هو جارك اللي تعرف ما داخله مخرجه طب طب تعملت معابل بالدرهم والدينار فبيتعرف كرم ممروئة الرجل فقال لا في كل مرة بيقوله لا فقال له لعلك رأيته في المسجد يضع رأسه ثم يرفعه قال بلى يا نوأمين قال اذهب يا رجل فإنك لا تعرفه أنا بتكلم على الدين الدين المعاملة الأخلاقيات السلوكيات المعاملات بجانب طبعا بداية العبادات لو دولك مفتقدين مفيش مال الدنيا هيعوضها هذا الأمر أنا مش بقول المال لا بصفة مطلقة لا يا حب ذا لو جيه حد يعني مرتاح مديا يعني معاه من المال ما يكفي ويزيد عنه وخلي بال حضرتك إن شرط من شروط الزواج إن يكون عنده استطاعة وليست استطاعة عملية فقط ده استطاعة عملية ومادية ومعنوية وجسدية كل أنوع استطاعة يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فهنا ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء في كثير من الناس قلت لك إيه لا ده الاستطاعة هنا المقصوب بيها جسدية يقدر يتجاوز ما كانش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاله عليك بالصوم فإنه له لك وجاء لا ده هنا المجموع كله ويتقدموا المال لأنه ما تجيب ليش واحد لا يملك ونقول له افتح بيت ويجيب أبناء وطلقهم في الشارع ويبقى كده أنا استفدت إيه أخذ ده لحياتك أو بعد 3-4 شهور بعد سنة سنتين تقول له طلقني عشان مش قادر يقيم حياته أنا ما بقصدش المادة إنها تبقى مش موجودة لا أنا بالعكس ده أنا يمكن في بداية كلامي لحلقة الماضية تحددت عن التكافؤ التكافؤ ده مهم جدا جدا لكن لما أشوف الصورة بتاعت سيدنا عليه والسيدة فاطمة بنت حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يستحي أنه يتحدث مع سيدنا النبي في تكافؤ اجتماعي لكن ما فيش تكافؤ مادي هو ما معهوش فقاعد قدام حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش لاقي حاجة يقول على حضرة سيدنا النبي أجئت اللي تخطب فاطمة صلى الله عليه وسلم فسيدنا عليه قالوا بلى يا رسول الله ولكني اللي أملك شيء معيش فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاله طب فين الدرع اللي أنا أهدته لك أنا بس بوزئية دي بذكرها مكنتش هقولها في الموقف ده أنا كنت هقولها في المهور لأن احنا وصلنا إلى مرحلة من التعالي والتغالي والمغالاء في المهور وصلت إلى حد لا يقبله عقل ولا منطق وبيتسبب في أن يكون البيوت فيها كتير مشاكل وصلت إلى حد الطلاق بسبب المغالاء في المهور بسبب أن ما فيش فلوس وداخلين عنيهم ديون ما يعلم بها لربنا بسبب المغالاء طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فما حالوا الدرع أو يسألوا عن الدرع اللي أهدهونه قالوا الحطيمة يا رسول الله معي قالوا بيعوا وقدم وفعلا باعوا بربعمية درهم وقدمهم الصداق لسيدة فاطمة طيب وقت الحلقة للأسفل شي تجري فعلا بيقولولي سعيدنا بيكم ونتمنى أنتم تكونوا استفدتم معنا هنكمل إن شاء الله الحلقة الجاية الحلقة الجاية سلسلة البيت في الإسلام شكرا ليكم في البيت الكبير وإن شاء الله نلقاكم السبت القادم الساعة أربعة مع السلامة اشتركوا في القناة